الأخ أحمد من الإمارات تفضل نعم السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد أحمد من الإمارات تفضل يا سيدي يا أخي أنا كان أحلم لي ثلاثة مرة ثلاثة وقات أحلم كان فيها نفس الحلم كان فيها طيران وزي مثل حروب وأنا تحت يعني ماش بعيد الشارع لك وبعدين بس ما غيره كان عندي حلم اثنين مرتين أحلم بأخوي هو شائق السودان هنا أنت أخوي داومين عفوا تشتغل جهة عسكرية أو جهة مدنية أو أين تشتغل لا لا عسكرية ولا شيء في الهجن بس لك في الهجن والسوالف هذه ما شاء الله والله والنعم إن زين كمّل حلم وأحلم بأخوي كان في السودان هنا سائق سيارة أحلم بأدعم له أحد ويموته في السودان طيب يلا إن شاء الله هو الحين فعلا في السودان ولا هني عايش من أنا؟ لا أخوك اللي داعم واحد في الحلم في السودان في السودان نعم نعم طيب تمام يخوي تابعنا اسمع التفسير من التلفزيون بارك الله فيك بارك الله فيك طيب إذن الطيارات فوقك لو كنت في أسكري كنت بقال لك يمكن من تأثر في التدريبات لأن التدريبات أكيد تكون شوي تأثر على تركيز الشخص وأحلامه ولكن بما أنك لسه أسكري فذلك يدل بأن الطيارات فوقك هي أحلامك وهي الخطط التي ترسمها للمستقبل الحرب التي تصير فيها هي ما تقوم فيه الآن لتأمين مستقبلك ومستقبل أهلك من حولك إذن أنت بما أنك محارب في الحلم معناتها أو تبشي في منطقة في حرب معناتها أنت على قدر التحدي وسوف تحقق أحلامك بإذن الله يا أحمد بالنسبة لأخوك اللي دعم واحد في السودان أمر يقع بين أخاك وبين شخص آخر فيه حق وباطل فيه حقوق وما إلى ذلك وأن أخاك قام بدعمه وقتله ذلك يدل بأن أخاك ينتصر في ذاك الأمر ويأخذ حقه من هذا الشخص يعني ربما يحدث خلاف بينه وبين شخص آخر حول حقوق أو رزق أو عمل ولكن أخاك ينتصر في هذا الخلاف ويأخذ الحق كاملا هذا والله هو العليم الحق